ننونا الأول نروح لمقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نتعرف على آخر الأخبار وآخر المستجدات فيما يتعلق بكل الفرق الرياضية ومختلف الأنشطة مع الزميلة العزيزة سالة حامد مرسلة قناة النادي الأهلي سالة صباح الخير عليك وسمعينك تفضلي صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند وصباح الكل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد بإذن الله يكون مليان بالسعادة والتفاؤل علينا جميعاً خليني طبعاً في البداية نقل لكم كل الأخبار والأجواء هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة يعني يمكن زي ما إحنا شايفين فيه عدد قليل جداً من أعضاء النادي الأهلي بسبب يعني الأحوال الجوية وإن الجو بدأ يبرد شوية درجة الحرارة النهاردة العظمة 26 والصغرى 16 لكن وإنا داخل النادي الأهلي الصراحة أنا شفت حاجة حلوة جداً يعني كان فيه عدد كبير من كبار السن متواجدين في ملعب مختار التتش بيشجعوا بعض على ممارسة رياضة الماشي كانوا متواجدين وبيشجعوا بعض على ممارسة رياضة أما بقى عن الحالة المرورية يعني يمكن أنا متجاية من ناحية الشيخ زايد ومحور 26 يوليو يعني الحالة المرورية كان فيه زحمة بسيطة جداً لكن الأماكن اللي قريبة من النادي الأهلي زي الدقي المهندسين زمالك والعجوزة يعني الحالة المرورية فيهم جيدة يعني بنبقول الأعضاء النادي الأهلي اللي حابب أنه ييجي في الفترة الصباحية في النادي ويقض يعني ويستمتع بوقته يعني في النادي ييجي الحالة المرورية جيدة وما فيش زحمة خالص في الأماكن دي خليني بقى أتكلم بقى عن الأنشطة والخدمات اللي بتتقدم لأعضاء النادي أهلي في جميع الفروع زي متعاولين دايماً من مجلس إدارة النادي الأهلي واللجان اللي موجودة بتقدم خدمات كتيرة جداً وكبيرة لأعضاء النادي الأهلي في جميع الفروع في فرع الجزيرة والشيخ زايد ومدينة ناصر كمان بيقدموا يعني خدمة مميزة جداً للعاملين في النادي الأهلي وهي مبادرة خيركم من تعلم العلم واعلموا المبادرة دي من تنظيم لجنة المرأة برئاسة الأستاذة أنهار أنديل وبالتعاون مع لجنة الطفل برئاسة الأستاذة نداء داود يعني المبادرة دي عشان عضاء النادي الأهلي ييجوا ويسجلوا بيناتهم وأسماءهم وأرقام تريفوناتهم في مكتب علاقات العامة بالنادي الأهلي عشان ينضموا لفريق تدريس وتعليم العاملين الكبار في النادي الأهلي ويعني طبعاً يعني دا كله تحت إشراف الإدارة التنفيذية واللجنة العليا للجان بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وفعلاً يعني فيه عدد كبير جداً من أعضاء النادي الأهلي سجل بياناته في فرع الجزيرة والشيخ زايد ومدينة ناصر ومفروض يعني بعد ما بيسجلوا أسماءهم أنهما بيخشوا في زي دورة تدريبية لمدة أسبوع عشان بعد كده يكونوا مؤهلين أن هما يقدروا يعلموا العاملين في النادي الأهلي ويعني دي مش حاجة يعني غريبة على أبناء وأعضاء النادي الأهلي إن هما دائماً بيكونوا متواجدين في الأعمال الخيرية والأعمال يعني الاجتماعية في النادي الأهلي خليني بقى روح لأخبار الفرق الرياضية في النادي الأهلي وتبعاً نبتلك بالفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اللي بيواصل تدريباته على ملعب مختار التيتش التجمع النهاردة هيكون الساعة 2 والتدريب هيكون الساعة 3 لكن قبل التدريب هيكون فيه يعني جلسة بين المدير الفني فيتسو موسماني واللاعبين وطبعاً هيتناقش معهم في بعض الأمور المتعلقة بالمباراة النهائية في بطول الدوري أبطال أفريقيا اللي هتكون ضد نادي الزمالك يوم 27.11 خليني كمان نطمن جمهور النادي الأهلي على لعبنا محمد محمود اللي إن شاء الله بعد أسبوع هينتزم فيه برنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي عشان بعد كده يعني بعد البرنامج ده بعد ما يخلصوا هييرجع تاني ويشارك فيه التدريبات الجامعية مع الفريق الأول ويكون ضمن حسابات وخطة المدير الفني فيتسو موسماني الفترة المقبلة هروح بقى لأخبار الفرق الرياضية ويعني النهاردة إن شاء الله هيكون فيه مباراة كرة يد رجال موليد 2000 في دور المرتبط ما بين النادي الأهلي وسبورتينج هتكون النهاردة إن شاء الله الساعة 2 الظهر على صالة الأمير عبدالله قصر كمان فريق النادي الأهلي لكرة اليد سيدات هيواجه المعادي لموليد 2004 على صالة نادي المعادي والمباراة دي هتكون فيه بطولة الجمهورية وطبعاً نتمنى التوفيق والفوز لفريقنا فريق النادي الأهلي استكمالاً بقى الأخبار الرياضية خليني أقول لكم على موعيد تدريبات الفرق الأخرى يعني النهاردة الفريق الأول لكرة طايرة بنات هيكونوا في راحة سلبية ويعودوا مرة أخرى للتدريبات يوم الأربعاء أما اليد بنات النهاردة هيكون فيه تدريب الساعة 6.5 وبنات سلة هيكونوا النهاردة الساعة 8 مساء أما بقى بالنسبة ليه يعني الفريق الأول لكرة طايرة رجال هيكون النهاردة في راحة سلبية ويعود مرة أخرى للتدريبات يوم الأربعاء بس هيكونوا على فترتين يعني الفترة الصباحية هتكون من الساعة 10 إلى 12 والفترة المسائية هتكون من 6 إلى 8 لكن اليد رجال هيكونوا النهاردة إن شاء الله الساعة 4 مساء والسلة هيكونوا النهاردة في راحة سلبية ويعودوا مرة أخرى للتدريبات يوم الأربعاء دي كانت أبرز وأهم الأخبار والأجواء هنا في الفترة الصباحية في النادي الأهلي والآن العودة للستوديو نشكرك شكرا جزيلا الزميلة العزيزة سالة حامد برسلة قناة النادي الأهلي ونكملين مع حضراتكم أخبارها برافو يا سالة واسم جميل أنا أول مرة أسمعه بصراحة بس أنا أحب الأسامي المميزة لأن أنا نهواند فيعني برضو اسم مختلف شوية